حلعب معك شوية ألعاب. يلا. أوكي أسألك شوية أسئلة إيه رأيك. نعم. بس يا رب بقى ما هقولك. ما هو الكوكب الأكتر سخونة في النظام الشمسي؟ أسخن كوكب في النظام الشمسي. وهو أقرب كوكب الأرض عندك الأرض عندك الزهرة عندك الجوبيتر عندك نابتون عندك. قديني اختيارات يعني ديني ثلاث اختيارات وأنا قلت منها. الزهرة نابتون الأرض. تهيل الأرض. لأ. نابتون. لأ. الزهرة 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 مفتحة مش هتبقى سخنة قوي ها. اه. أوكي. طيب ما هو الطائر الأسرع في العالم؟ آه معلومات. حاجة بتطير. حاجة بتطير مع طائر. 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 ما هو الطائر حاجة بتطير. أسرع طائر. لا. رجعناه للكوميديا تاني. طيب ديني اختيارات. برضو. النعامة الزرافة التوس. النعامة طبعا. النعامة برافو. آآ. حسألك دلوقتي تاني سؤال تاني. ما هو اكبر حيوان في العالم؟ ديني اختيارات اختيارات. الحوت الازرق. الدولفن. السمكة القرش. الحوت الازرق طبعا. اهو. ما انت شاطر اهو. طيب. لما بتديني اختيارات بجاوب. ايه ده ايه ده. لكن في عاجات بتوبتيني. ده انت شاطر ايوة طبعا ايه ده. وده الصحة ان انتي تدي اختيارات. فعلا. طيب. وكي من هنا وراح نغير اللعبة عشان خطر ادورد. اوكي. ما هو اكبر انواع القطط في العالم؟ هل النمر ولا الاسد ولا القطط البري? هو النمر اه نمر قط? والاسد قط? اه ده الواحد عنده معلومات ما كانش عنده معلومات خالص. شفت معلومات عمه. انما الاسد تلع قط. واحنا منخاف من الاسد. مش لازم بس مين واحد مين في دول? اه. مين في دول? اكيد الاسد. لا. ايه? النمر. النمر اكبر من الاسد? اه اكبر انواع القطط في العالم. مين? اذكر لي اربع افلام لسعاد حسني. خلي بالك من زوزو. اه اميرة حبي انا. اه اه اي تاني اللي كان معاه للامام اه. غريب في بيتي? لا غريب في بيتي. لا ده كان نور الشريف. ساري حب في الزنزانة. ايه حب في الزنزانة. اه. الله المزيكة. نا 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 نا. ده كان مين مزيكة? انا شنودة? اه. 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 ايه لك من زوزو. نا نا ناقص واحد رابع. سعاد حسني. سعاد حسني مليان? عندك افلام كتير. اه. اه. الديني فرصة. اه. موعد على العشاء. موعد على العشاء. اوو برافو. كان ماخراج مين موعد على العشاء? طب كان سنة كاملت. اه. هنحرك بعض. اتعادي بيبقى نحرك بعض. اوكي اوكي اوكي. اوكي اوكي. خلال انا حسكت. انا حسكت. حسكت. علاقتك ايه بالمطبخ? زي علاقتك بالتنس مسلا. انا عشو بلعب تنس. بتلعبي? اه طبعا. درمالة بتنس انا صغيرة. شفت بقى. طب علاقتك بالايه اللي مكيش في عاجلة. بالطاولة مسلا. بلعب طاولة وشطرنج. ايه مالك ما حتستاني انك نجمة النجوم في كل المواقع. طب والله بلعب طاولة وشطرنج وبعوم بلعب تنس. اه. وبقيت اركب عجلة دلوقتي وبقيت اخاف اركب العجلة بس بركبتها اتعلمني. بتركب عجل في السن ده. كده يا ادوان. كده يا ادوان. ديك في العجل? لأ. بتخاف? لأ مش بخاف كنت يعني بسوء عجل يعني زمان كده. زمان. ما كنا في رأس البر كده. يعني مالكش في المطبخ خالص. لا بعمل فشار بس. فشار? نعم. ده اللي بتعرفك. ده اخري يا ده اخري. ده اخرك. طيب انت النهاردة كم سنة جواز الله اكبر مش بقر. يعني السنة الجاية هدا العيد الفضي. خمسة عشرين سنة. اوه بحبها. اوه بحب امراتك جدا. لا بحبها جدا جدا. عايز اقول لك بقى. النهاردة بحبها وعايز اقول لها كل سنة وهي طيبة. وست جميلة. ومحتوية الاسرة دي من زمان. بجد. النهاردة لو سألتك قلت لك ايه يعني مش هقول لك ايه اللي تغير فيك بعد الجواز. لانت متجوز بقى لك كتير. بس كلمني انت جوزت وانت في سن صغير. الجواز عمل ايه في شخصية ادوات? احوال ليد بقى. جدوح اولاد. يعني جواز في سن بدري بيعمل ايه? اولا بيخليك لما يعني ولادي صحابي. الولاد في سن. اه يعني. تجيب ولاد في سن صغير بيكون فرق السن اولاية. اه وبعدين اه تحسي انك يعني تعيشي معاهم تفكيرك تفكيرهم مش بعيد عنك. مصاحبهم يعني مصاحب ولادي يعني. مين اقرب لك الولد ولا البنت? الاتنين والله. الاتنين. الاتنين بالنسبة لي واحد يعني. حاسس ان حد فيهم هم طبعا هم فنانين يا بالذات بالنوتك. انا عارف ان هي بتغني وبتعزي في جيتار. وشيز فاري فاري تعلنت. هي قردي يعني متحققة بعيدة عنك خالص. انا عارف انك بتعمل حفلات هنا في مصر وكده. اه بتنصحها بايه النهار دا يا ادوات? اه منصحها دايما طبعا انها هتعمل الحاجة اللي حساها والحاجة اللي بتحبها. وعجبني انها برغم الموهبة الكبيرة اللي عندها في الفن. الى انها مصممة تدرس اه اه حاجة صعبة بتدرس اه علوم سياسية وتاريخ و اه عندها وعايز تعمل ماجستير بعد كده. فعجبني انها رغم انها عندها موهبة فنية كبيرة انها عايزة العلم بقدر اه كبير يبقى معاها. والولد بتنصحه بايه? اه انه برضو يمشي في طريقه ويختار الصحة ليه ومش هختار له ومش همشي. هو اللي بيعمل كل حاجة بنفسه هو اللي بيختار كل حاجة بنفسه هو اللي بيختار واتخرج وبيعمل شغله بنفسه دلوقتي. الطريق اللي مش هيبقى مرتاح فيه يسيبه ويروح لطريق ده. مم. مين اللي قال اعمل تشتغل اكتر? اعمل تشتغل اكتر. تشتغل اكتر. تشتغل اكتر. كتب حاجة مش لا ولكنش هارفة اعمل تشتغل اكتر. اه والله انا وانا نفسي كنت بقولها. انت نفسك كنت بتقولها. ونفست الجملة دي. ايوة كنت كنتش عايزة خيسة بقى. ايوة. ازاي بتحافز طيب على وزنك دلوقتي? يعني عايز اقول لكم دلوقتي لو اكيد شايفينه في مسلسل ملف السري وانا شايفينه دلوقتي قدامي. انا في اول مسلسل كان في اكشن اول مرة اعمل اكشن في حياتي وضرب ده او. انت بقى انت خلت في حتة تانية خالص اه اوع وشك يعني خالص اه. لما انت خاسس قوي دلوقتي وانت قاعد قدامي وهانسم جدا. فعايز اعرف ازاي بتحافز على ده. اه بس ما اروح للجيم بحافز على اكلي. اه بحافز على الرياضة خلتها لايف ستايل. بقت لايف ستايل. اه. اوكي. يعني فيش حاجة اسمها متلعبش رياضة. فعلا. اه. وده غير فيك حاجات كتير يا ادوان. اه بيدي ثقة في النفس بيدي اه خليكي. اه اه. وزي ما بقولت برضو العقل السليم في الجسم السليم. صح. فلما الواحد وبعدين بقى خلاص بقى بقت كل الناس يعني مفروض ده الجديد يعني مش جديد ده خلاص الناس كلها تتعود نها. لازم تروح توبارياضية لازم تروح لجيم لازم تحافز على جسمها شكلها. احنا فنانين يعني. صح. طيب في اي مدينة يقع جامع الزيتون. خلاص نكملين في الاسئلة. اه. انت جي دخلتي سؤال كده. احناس. انت مش شكلك مش حابب اللعبة بتاعتك. لا بصراحة. ممكن نلعب استغمية نجرة وربعة. هنا هو. هنا هو. نلعب تمازيل اسكندرية بنات استوديو مصر. فاكر الحاجات دي. فاكر اللعبة دي. وكراسي الموسيقية. اه. والا كنا احنا كبنات بنلعب حاجة اسمها استك. اه. بتنطي كده جوة الاستك. حجلة. نا. وحجلة كده اسمها حجلة. تبطي تنطي كده ترسيمي حاجة على الارض كده بالتبشير. وتعطي. كنت اشتغل? الولاد لا دي ما بعملهاش. لأ. كنت انت كبار قوي علي. عشانتي كنت مارس شيك قوي. اه. اه. ده حاجة. كنت. ادورد مين اكتر مخرج اشتغلت معي? سبنا خلاص من الاسئلة دي خالص. اه. اكتر ومفيش اكتر يعني علي ادريس اشتغلت معايا. يعني علي ادريس دعا من الهم الناس اللي في حياتي اللي هم اه. اه. كانوا وقفين جنبي في بدايتي جدا. اشتغلت معايا واحد. احاولي اربع افلام. اه. 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 مين تاني. عايز اعرف مين المخرج اللي اللي غير مش وارك غير محمد سامي. محمد سامي لقلت لي اخدني في حتة تانية. اه. بس عايز اعرف مين المخرجين اللي اثارو? خالد مراعي في عسل اسوى تغيرني خالص. كنت بتكلم عنه. اه. اعمر عرفة اعمر عرفة جعلتني مجرمة الايادة كان مقصر الدنيا مفيش سينما قريب انت قلت مصرح مع لا قلت فيه مشروع مع استاذ علي ادريس وزينة بعد ادريس اه لا قلت قلت ايو ايو قلت انا سايمة انا بقوله والله صايمة بعد الفطار ما شاء الله لا بس غير دا يعني انت مفيش قبل مفيش غير دا بتضغطي علي يعني بحرجك 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 يعني ان شاء الله انا اتمنى رجوعي في السينما يقبر رجوع حلو فالمشروع دا يا رب ان شاء الله كده يكمل مشروع فيلم اسم ويك امت فيلم حلو جدا جدا يعني في خطواته البي ايو ايو ان شاء الله بعد رمضان كده هون في الصيف نخشه يعني ان شاء الله يا اخو غريبا انا هتشوفينا بقى في الجونة بقى كلنا يا ريت هيتصور في الجونة بجد طب قولي بقى دا انا حبق معاكو على طول ماشي بس انا عادة هناك على طول ما بين اينا وبين ايناك انجي ما شاء الله عندها فيلتين في الجونة فيلتين يا نار فيلتين اذا فيهم غضة ايه فيلتين ما انا عادة بس بطلي بس عشان انها كده على الهواء بقول لهم فيلتين سايبها اقفر البرنامج يا ابني اطلع فاصل اطلع فاصل كل الناس اكيد هتصدق طبعا هتصدقوك شاتلي يوحي ان عندي فيلتين في الجونة انا ربسها ده زي رمضاني زي الجونة اشتركوا في القناة